السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن شاء الله في هذا الفيديو سأتحدث عن فضل شهر رجب قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم طبعا هناك ثلاثة أشهر متتالية من الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر رجب الفرق قال تعالى بعد هذه الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحرم الله عز وجل في هذه الشهور القتال وحرم الظلم أيضا ومعصية الله عز وجل والأشهر الحرم وردت في الآية مبهمة ولم تحدد أسماؤها وجاءت السنة بذكرها فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال في خطبته إن الزمان قد استدرك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان رواه البخاري شهر رجب هو الشهر السابع من الشهور الهجرية وشهر رجب له مسميات كثيرة منها أنه سمي رجب الأصب لأن الرحمة تصب فيه صبا والله عز وجل يصب فيه من الرزق والخير صبا فكانوا يجدون أرزاقهم تزيد في رجب ومراهم تشفى في رجب فكانوا يكثرون فيه من الدعاء لأن الله يصب فيه من بركاته وقبوله للدعاء ولماذا سمي رجب بالشهر الأصم لأن الصحابة أيضا كانوا يصمون ألسنتهم وأسماعهم وأيديهم عن المعاصي خاصة أن شهر رجب واحدا من الأشهر الحرم الذي حرم الله فيها القتال وشهر البركة فكان نبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ومعنى كلمة رجب أي كان يرجب في الجاهلية أي يعظم وسمي رجب أيضا بشهر رجب بالميم لأن الشياطين ترجم فيها أي تطرد وفي شهر رجب يقول القرطبي في تفسيره كانت العرب تسميه منصة للأسنة أي مخرجها من أماكنها كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالا للقتال فيه وقطعا لأسباب الفتن لحرمته اللهم اردى عنا فإن مغفرتك وسعت كل شيء فاشملنا يا بعفوك ومغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من السابقين السابقين وبارك لنا يا رب في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان لا فاقدين ولا مفقدين أول ليلة في رجب اللهم اجعلها ليلة خير وبرك علينا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله عز وجل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وأعن على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش طبعا تعظيم شهر رجب يكون بكثرة تكرب إلى الله بالعبادات الصالحة كالصلاة والصيام والصدقة والعمرة والعمرة وكثرة الذكر وكل الأعمال الصالحة لأنها بتضاعف في الأشهر الحرم وبتضاعف دائما في الأيام المباركة لأن الله سبحانه وتعالى فضل شهور على شهور وفضل أيام على أيام وهكذا أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه وفي حفظ الله ورعايته مع السلامة لئما ترجمة نانسي قنقر